نمرة اتنين وإحنا بنتكلم على تلاتين سبعة ومن تلاتين سبعة تحديداً لتسعة وعشرين تمانية أنا هتكلم على الأهلي بس اللي يخصني يعني يعني قصة الكرة المصرية يعني بالنسبة لي الحقيقة يعني ملف مبهم يعني حقيقة مبهم بمعنى الكلمة حدث في مصر عنده رؤية وتصور لإزاي هنطلع من المناطف الخطر ده لكن في النهالي من الأهلي إحنا من تلاتين سبعة من تلاتين يوليو عشرين اتنين وعشرين لتسعة وعشرين أغسطس عشرين اتنين وعشرين برضو يعني نتكلم في فترة زمانية تقريباً تعتبر شهر تلاتين يوم تقريباً بالتمامة كمان الأهلي مطالب فيهم أن نلعب عشر مباريات على التوالي يعني بتتكلم تقريباً في أنه كل اتنين وسبعين ساعة مباراة وخليني أقول لهم لحضراتكم بداية من مطش المقولين النهاردة بعد كده نروح لفاركو بعد كده للتحاد السكندري بعد كده المصري دول في الدوري ونقف عشان نواجه مصر المقصة تاني وأنا ليه وقف عند مصر المقصة الحقيقة اللي قدم مباراة كبيرة قدامنا دي الأهلي بس المقصة هنا هيكون في دور الستاشر للكاس الجديد ونرجع تاني للدوري عشان يكون عندنا آخر خمس مطشات اللي هيكونوا بالترتيب اسماعيلي أمبي الجيش سيراميكا وإن كان الإسماعيلي بالنسبة لي محل شك لأنه ما تنفعش ما تركبش ما لقاش مكان بس في جميع الأحوال دي الموعيد المعلنة أو الترتيب المعلن لغاية اللحظة والناس النهاردة وأنا هقول لكم بمنطقة صراحة محدش ممكن يزاد على أهلوياتي لكن في النهاية أنا بقابل وجمهور الأهلي في كل مكان أنا لسه جاي من أجازة يومين في كل مكان خرجت فيه قابلت ناس الناس لازم طول عمر طبعا جباين نادي الأهلي منتشرة بس الناس دايما كان بتقابلك بابتسامة بتقابلك ناخد صورة سيلفي بتقابلك حتى من بعيد كده بعلمة النصر أو يعني فاهم حاجة كده يعني يعني فاهم لكن أنا ما فيش حد تقريبا يعني بوقف أتكلم معاه أو بيوقفوني عشان يتكلموا معاه لفريل النادي الأهلي إلا والسؤال الكامن أو المشترك بين الناس كلها هو فيه إيه لأنه حقيقي هو فيه إيه صحيح طبعا 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 مهم جدا جدا أنك أنت تتحافظ على المكسب لكن الأداء بالنسبة لمعظم جماهيل النادي الأهلي بقى علامة التفهم كبيرة وخصوصا في المطشاط المفترض أو تباني يعني أنها سهلة عشان ما بقاش بغير كلامي أنا قلت هنا في السادسة في أكتر من المناسبة اللي كل المطشاط اللي فضلة للنادي الأهلي بصرف النظر عن ترتيب الفرق هتكون صعبة سواء كنت بتتكلم على فرق في المقدمة فما زالت بتنافس والمطشاط دي احنا خلصناها بكلم على مطشين بيرامات جوز زمالك أو فيه قاعة الجدول ودي مطشاط برضو لا تقل الصعوبة لأنه كل الفرق النهاردة النقطة بتفرق معها بشكل كبير جدا في ترتيب الجدول أو في صراع البقاء أو في صراع الهبوط وبالتالي طبيعي أنها تبقى مفهومة مطشاط صعبة لكن الحقيقة اللي يمكن يكون مش واضح بالنسبة للجمهور بصرف النظر أنه الناس راضية على أن احنا بنحقق مكسب ولو أنه الأهلي دايما يعني معودناش على فكرة أنه المباريات اللي تكسب ولا تلعب دي بتبقى السسناء لكن ما بتبقاش قعدة يعني وارد جدا في ظروف معينة وفي بطولات معينة وفي مواجهات مع فرق بعينها بالذات بره مصر تقبل أنت كجمهور فكرة أنه المباراة دي تكسب ولا تلعب لما بكون بقابل مونتري المكسيكي ونقص فرقة كاملة تكسب ولا تلعب لما يكون بقابل فريق زي بالميراس البرازيلي بطل كوبا لبرتادارس وبطل البرازيل تكسب ولا تلعب الجمهور يقبل على الرغم من أننا في أوقات كتيرة جدا بتبقى بتلعب يعني حتى مع الفرقة الكبيرة دي الأهل بيلعب جيم كبير لكن تبقى القاعدة بالنسبة للأهلوية وأنا هنا الرسالة من لي بشكل أساسي يعني لنجوم النادي الأهلي يمكن ما تكونش وصلة النهاردة قبل المباراة المقولين لأننا عارف الفريق في معسكر مغلق وخلاص حبنتكلم على ساعتين ثلاثة والمباراة تبدأ لكن ممكن توصل بعد كده جمهور النادي الأهلي بقى ما عندوش إحنا طبعا طول عمرنا في الأهلي تعودنا ودي مدرسة في كل ما انتولى موقع أو مسئولية إدارية داخل النادي الأهلي محدش بيتكلم على شماعات ولما بنخسر بطولات أو بتضيع مننا ألقاب بنقول أن السبب ده كان واحد واثنين وثلاثة واربعة عشان نعرف نصلح ده بعد كده لكن في مبررات كتيرة جدا ممكن تتكلم عليها في الفترة الأخيرة ما توصلكش الحاجة مقنعة فيما يتعلق بمستوى الأداء بنكسى بقى أمنا واستفقنا وخصوصا في المطشرين بتعجونا ومصر مقصعة رغم من الفوارق كبيرة جدا ومنواقف الفرقتين اللي احنا واجهناهم دول مقارنة بالأهلي في الجدول لا هم في حتة تانية خالص لكن الحقيقة أداء لأهلي علامة استفهام وهنا أنا حابب يكون لها واقفة شوية عشان نتكلم بالمنطقة الصراحة إحنا لما بننتقد أو بنتكلم على بعض النقاط اللي ممكن تكون سلبية هدفنا إنه نبقى أحسن هدفنا نروح للأفضل والمشوار اللي جاي اللي كلمت حضراتكم عليه بيقول إن المشوار صعب جدا العشر مطشاط اللي أهلي هلعبهم في خلال تلاتين يوم هي مهمة شقة جدا 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 لكن في نفس الوقت عشان ما تبقاش الإجهاد هي الموجة العالية أو الكلمة اللي الناس كلها بقى بتاخدها كده فور جرانتد يعني بتاخدها من غير ما تفكر فيها لا فيه جزء كبير جدا من لعبة النادي الأهلي القوام الأساسي من لعبة النادي الأهلي لا تعاني من قصة الإجهاد يمكن فيه أسماء تعاني من إجهاد أولى أسباب كتير جدا منطقية والناس دي للأسف شديد أنا بشوفك إنه كل فرقة ليها جرارات عارف الجرار اللي بيجور وراه عربيات القطر فيه لعيبة بتبقى محورية لعيبة أساسية تقدر تقول علي معلول محوري مجدي أفشا محوري فيه لعيبة مهم جدا من تبقى في حالتها عشان الفرقة كلها تبقى فيها ودول عطلاني شوية في الفترة الأخيرة لكن في النهاية القوام الأساسي اللي عبت النادي الأهلي ما عندوش أي إجهاد ميكسوني ما عندوش إجهاد صلاح محسن ما عندوش إجهاد حسام حسن ما عندوش إجهاد رامي ربيعة ما عندوش إجهاد كريم فؤاد ما عندوش إجهاد الكلام اللي أنا بقوله ده وغيرهم الحقيقة كتير يعني مش عايز ببقى بخصها أسماء بعينها لكن فيه لعيبة كتير ما عاشدش معنا التلت مواسم دي ما بدقوش التلت مواسم من أولهم وفيه لعيبة كتير جدا ما شاركتش دولي مع منتخبات مع منتخب مصر يعني أعدر أقول أنه حمدي فتح لما يعاني من إجهاد ممكن يبقى منطقي السلية نفس الحكاية معلول نفس الحكاية لكن فيه لعيبة كتيرة جدا ما بتعانيش من نفس حالة الإجهاد اللي موجودة عند لعيب زي معلول أو زي فتحي أو زي عمر السلية ناس فعلا اتطحنت على مدار ثلاث مواسم لكن فيه لعيبة تانية مفروض تبقى فائقة ووقفة على رجليه وده وقتك ودي فرصتك اللي ده كنت مستنيها فبالتالي فكرة أنه الفرقة مجهدة ما بقتش مقبولة قوي عند جمهورنا دي الأهل وعلينا أنه نراجح حساباتنا بسرعة وعلينا أنه نقوم بسرعة وعلى مستر السوارش أنه هو يشتغل على اللاعبين دول بشكل أساسي عايزين نشوف ميكسوني عايزين نشوف كريم فؤاد وكريم الحقيقة من اللعيبة عندي أحساس وقناعة شخصية أنه فترة أخرانية بيحاول يقدم لنا كريم فؤاد اللي احنا مستنينه يعني فيه أكتر دفاعياً وهجومياً بيحاول فيه لعيبة بتوصلك لما بتحس أنه اللعيب في الملعب يعني أنا أسف في اللفظ بس هي هو لفظ كورة بيهين نفسه عارف إمتى التشيرت اللي هو لابسها عارف إمتى الجمهور اللي واقف في ظهره بتحس بيوصلك فإن شاء الله مستنين الأفضل وخصوصاً كمان أنه يعني المواجهات الصعبة بالورعة والقلم خلصت الفضلنا مش ما هيش إذا كنا عايزين لقب إذا كنا بجد يعني هدفنا أن احنا حقق لقب بطولة الدوري هكلمكم طبعاً على مطش المقولين بالحسابات وبالأرقام ونتكلم عن المواجهة ونروح لمعسكر الفريق كمان ونتطمن على أخبار فرقتنا في المعسكر المغلق وقبل ما ندخل في كل تفاصيل السادسة اسمحوا لنروح لفاصل ونرجع ندخل في بداية الحلقة ترجمة نانسي قنقر